السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم خطوط المجال الكهربائي خطوط المجال الكهربائي لتمثيل المجال الكهربائي عند نقاط مختلفة نرسم خطوطا يعبر كل منها عن مسار شحنة اختبار صغيرة موجبة لذا وضعها حرة عند كل من هذه النقاط على التواليد تسمى هذه المسارات خطوط المجال الكهربائي ماذا نقصد بخط المجال الكهربائي وخط وهم يمثل مسار حركة شحنة اختبار عند وضعها حرة في المجال الكهربائي لدينا هنا الشحنة المولدة للمجال وهذه المجموعة من الشحنات الحرة الموضوعة في هذا المجال فمنلاحظ أنها تتحرك مبتعدة عن المجال لأنه موجب مع موجب شحنات قوة تنافر هنا شحنة سالبة مولدة للمجال ووضعنا مجموعة من الشحنات لاختبار الحرة في الفضاء المحيط بهذه الشحنة نلاحظ أن هذه الشحنات تتحرك بخطوط مستقيمة مقتربة من الشحنة السالبة بسبب حدوث قوة التجازب بين الموجب وبين السالبة لدينا هنا شحنتين ألف موجبة وباء سالبة فخطوط المجال ستكون خط المجال سيكون هو هذا الخط المنقط ومتجه المجال يكون مماس لخط المنقط عند أي نقطة من نقاطه فمثلا هنا الشحنة الموجبة ألف تولد مجالا في هذه النقطة هذا هو ألف والشحنة تولد عند نفس النقطة مجالا وليكون ألف محصلة المجالات ستكون هذه ومنلاحظها مماسي للمسار هذا هو المسار اللي يسميه خط المجال هذا هو المسار اللي يسميه خط المجال أما هذا فمتجه المجال وهذا متجه المجال وهذا متجه محصلة المجالين عدد خطوط المجال يتناسب مع شدة المجال العنوان بيوضح لك الفكرة يعني عدد خطوط المجال يتناسب مع شدة المجال شدة المجال كبير عدد الخطوط كبيرة شدة المجال صغيرة عدد خطوط المجال صغيرة حيثما تكون شدة المجال أكبر إذن شدة المجال أكبر تكون خطط المجال أكثر كثافة يعني أكثر تقاربا وحيثما تكون شدة المجال أقل تكون الخطوط أقل كثافة فمنجي للرسم هنا وين تكاثفت أكثر خطوط المجال هنا هنا خطوط المجال متكاثفة وهنا بعيدة معنى ذلك هنا المجال قليل وهنا شدة المجال كبيرة هنا شدة المجال كبيرة هنا شدة المجال أقل هنا شدة المجال كبيرة هنا شدة المجال أقل وهكذا نأتي لهنا الشحن الموجي بهذه كلما ابتعدنا خطوط المجال تتزاحم بجوار الشحن معناته شدة المجال أكبر ما يمكن بجوار الشحن كلما بتعدنا عن الشحن يقل مقدار المجال الكهروبي أو شدة المجال الكهروبي لنأتي هذه الشحنة السالبة نلاحظ خطوط المجال تتزاحم بجوار الشحن إذن هنا تكون شدة المجال أكبر ما يمكن وفي النقاط البعيدة تكون شدة المجال قليلة نجد أن الشكل هذا عند شحنتين موجبتين يحدث بينهما قوة تنافر نلاحظ هذه المنطقة فاضمة في أي خطوط المجال لذلك نسميها نقطة تعادل لأن المجال فيها بساوي الصفر نأتي إلى هذا الرسم نلاحظ هنا خطوط المجال متباعدة إذن شدة المجال ضعيفة هنا الخطوط متقاربة شدة المجال كبيرة قواعد رسم خطوط المجال الكهربائي يجب أن تبدأ الخطوط من الشحنة الموجبة إذن تبدأ من الشحنة مين؟ الموجبة وتنتهي أين؟ عند الشحنة السالبة اثنين يكون عدد الخطوط متناسبا مع مقدار الشحنة الشحنة كبيرة بيخرج منها عدد خطوط أكثر ثلاثة لا يمكن لخطين من خطوط المجال أن يتقاطع إذا تقاطعوا بيكون إلهم أكثر من قيمة للمجال وهذا خطأ ونكون خلصنا بتمنى يكون وضحت لكم الفكرة درس بسيط وسعر ترجمة نانسي قنقر